اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجمة الكبير كابتر أمير عبد الحميد مشرفنا النهاردة في جزء مهم جداً في هذه أو في البيت الكبير النهاردة زكا نجمة مصر حبيبك كابتر سليم نورك الله سعيد جداً أنا معاك المرض وأنا أسعد وطبعاً كده وأنا في قناة النهد أهل بيتي طبعاً بيتك مش ضيف ولا حاجة طبعاً خلينا أبدأ معاك بالتهنئة لفريق كرة اليد اللي كانوا موجودين معنا الحياة وفوزهم بالبطولة رقم 6 البطولة الأفريقية رقم 6 في تاريخ النادي الأهلي أعتقد حاجة ممتعة جداً كأهلاوي أكيد طبعاً يعني الواحد يعني بينتمل النادي الأهلي أكيد كل الألعاب تبقى شرف كبير جداً لكنك انت بتنتمل النادي الأهلي وتأخذ بطولات دي حاجة تبقى كبيرة جداً ولعيب الكرة زي لعيب التنس زي الهند بويل زي الباسكت زي الطائرة زي التنس طولة عارف أنه هو عندما بدخل بطولة بلعب باسم آه طبعاً بلعب باسم النادي الأهلي فطبيعاً هو بلعب على التتويج زي ما لقى فريق الكرة بلعب على التتويج فريق الباسكت الهند بول كل الفرق أكيد بتتابع الماتشاط الهند بول يعني بتتابع كله ولا أنت الكرة بس لا بتتابع طبعاً لأن أنا عندي عبد الرحمن حمايد حارس مرمى ده حبيبي جداً وبتابعه حتى بتطمن عليه عطول بنا يشفيه ويرجع إن شاء الله صابق يعني من الحراس اللي هم اليوم مستقبل الكلام ده كان من فترة كبيرة جداً أنا عارف كلام ده كويس فطبيعي إن أنا الواحد بتابع يعني بصوا كابتن إسلام الواحد أكيد طبعاً بينتمي للنادي الأهلي بتتابع أي حاجة طبعاً نادي الأهلي لازم أي بطولة أي حتى الناشئين يعني أنا كنت بتفرج قاعد في البيت فتحت القناة لقيت مطش زد والأهلي ناشئين اللي اتغلبنا فيه اتنين واحد آه فاتفرقت عادي بتابع كل آه بتابع كل أي حاجة تنتمي للنادي الأهلي وطبعاً بمنسبة الناشئين أكيد نتمنى إن شاء الله عمر سيد معاوض يرجع تاني أحسن من الأول إن شاء الله يرجع ويبقى أحسن من الأول آه بإذن الله فطبيعي حاجة كويسة جداً وشرف لنا كأهلوياً فريق الهندبول أو أي فريق أو أي حد ينتمي للنادي الأهلي بياخد بطولة حاجة كويسة جداً بسألة عندنا قبل نهاء البطولة العربية إن شاء الله يوم الأربع لو ربنا كرمنا ويكسبنا هنلعب النهاء يوم الخميس وكالعادة جمهور النادي الأهلي عامل ملحمة الحقيقة في قطر في البطولة العربية الحقيقة إن شاء الله تبقى الملحمة تكتمل بالفوز بهذه البطولة وقصة كمان كابتن إسلام إن الجمهور كمان إن هو بعد المطش بيزبط المدرج وبينظف المدرج حاجة كويسة جداً حاجة بصراحة لي باسم مصر واسم النادي الأهلي جمهور كبير في كل مكان نادي الأهلي كبير وليه جمهوره على مستوى العالم فأكيد حاجة كويسة جداً أتمنى التوفيق يا رب لكل الفرق المشاركة في النادي الأهلي أي حد ينتمي النادي الأهلي في أي بطولة أتمنى له التوفيق إن شاء الله إن شاء الله خلينا نبدأ معجب النادي الأهلي ورؤيتك لبدايات النادي الأهلي هذا الموسم حتى الآن طبعاً إحنا نادي الأهلي طبعاً أكيد بدأ بطولة سوبر الأفريقية ولم يكن هناك توفيق فيها ولكن من الظلم كنت تلعب ماتش واحد طبيعي ليس مقهص لأن دي ماتش واحد أنا متأكد للنادي الأهلي لو تعاد الماتش ده تاني أكيد الفرص اللي جات لم يكن هناك توفيق أكيد في المباراة التانية كان يبقى فيه التوفيق ونادي الأهلي طبعاً عندما يدخل بطولة أكيد بيلعب على المكسب دائماً لكن اللي يهمني على المستوى السيزون كله يا كابتل الإسلام أنت عندك بطولات كتير فطبيعي النادي الأهلي يبقى عنده سكواد كبير جداً والحمد لله النادي الأهلي قدر يعمل صفقات كويسة جداً في بداية السيزون وفي نفس الوقت يعني يدخل إمام ومودست وأكيد ورودة سليم أكيد كل الناس دي أكيد هتستفاد من النادي الأهلي وهتفيد النادي الأهلي فيعني بداية كويسة جداً ويمكن قلت أن الساعات ممكن بطولات في البداية سعاد بتخلي بس طبعاً مش مع النادي الأهلي النادي الأهلي نادي كبير بينعب على البطولات دايماً ولكن ممكن تكون فيه بطولة في البداية تخليك أنك أنت تريح شوية مع البطولات اللي النادي الأهلي واخدها قبل كده فطبيعي اللعبة ممكن تريح شوية ولكن ده ما بيحصلش في النادي الأهلي وممكن تكون رب دارة النفعة زي ما بيقولوا أنك أنت تخسر بطولة كبيرة زي السوبر فأكيد لعبت النادي الأهلي النادي الأهلي وجماهيره بيجززوا على سنانهم من هو خلاص وده اللي أنا قلته بداية كانت قوي جداً في الدوري مع النادي المصري يعني بصراحة النادي الأهلي أنا متوقع أن كل مواطش مش أهلي من 2-3 أهداف لأنه عندك الجزء الأمامي قوي جداً الجزء اللي من خلف كمان ناس نصر الملعب بتكمل زيادة بتعمل زيادة عددية بتجيبي جوال فأنا شايفي النادي الأهلي السناني دي فريق قوي بدأ الدوري كويس سكواد كويس أه طبعاً سكواد كويس جداً كان فيه ناس بتكلم على أن فيه فرق فيها سكواد كويس وهي بتبقى رجالة معادة لأنا شايف النادي الأهلي هو أقوى أه طبعاً بعض الفرق دعمت وعندهم لعيبة كويسة جداً ولكن ناد الأهلي سوزين لناد الأهلي وباللعيبة اللي موجودة وبجمهورها العظيم اللي موجود بأكيد بمساندة الإدارة فبداية كويسة جداً للنادي الأهلي وفيه توقف أكيد من ستركولر أكيد هيعيد حساباته الناس اللي كانت مصابة هترجع تاني وانا السيزن لسه طويل فأتملالهم التوفيق إن شاء الله مصري وإسماعيلي أربعة وثلاثة أعتقد ما فيش أحسب من كده خصوصاً أنت بتلعب فريقين كبيرين مصري أو الإسماعيلي يمكن إسماعيلي من أحسن المتشاط اللي عملها ضغل التلاتة أولاً لكن من أحسن المتشاط اللي عملها أكيد طبعاً كابتن إسلام تبدأ السيزن مع فريق مصري فريق برضو كبير ويجهاز فني على أعلى مستوى كابتن علي ماهر وجايب لعيبة كويسة جداً برضو وعارف اللي هو شغال من يعني في الدرة زي ما بيقولوا كده ما أعلانش كتير جداً شغالين كابتن علي ليه أسلوب طبعاً أنه هو يقول لك أنا أقفل على فرقتي وما أكلمش كتير عشان إيه حتى خلي بقى لكابتن إسلام في المتشاط الودية كابتن علي ماهر ما بيلعبش فرق على مستوى في الليفل 1 زي ما بيقولوا على أساس أنه ما فيش حد ياخد باله من الخط اللي بيلعب بيها واللعيبة اللي موجودة والكلام ده كله ده ما قافل على الفرق فطبيعي نادي المصر بدهت سيزن عنده لعيبة كويسة جداً نادي الأهلي طبعاً زي ما قلت الإخفاق في البطولة الأفريقية السوبر الأفريقي فأعتقد خلايا يسن السحككين زي ما بيقولوا بداية كويسة جداً بتلعب فرق كبير بتكسبه بأهدف كتيرة ومضيع فرص كبيرة وبعدها على طول نادي الإسماعيلي فأنا شايف أن دول كمان فرق قوية برغم يعني نادي إسماعيلي أكيد عنده مشاكل ممكن للقييد مشاكل فيجيب نادي أو لكن طبعاً طب تتكلم دايماً يا كابت الأسلام ماتشاط نادي الأهلي مع نادي الإسماعيلي أو نادي المصري أو الفرق الجمهرية أكيد بتبقى ليها طعم خاص فأنا شايف أن البداية والله أرعى كما بيقولوا بص جمهور عظيم نادي الأهلي ومساند في كل مكان عندك لعيبة كويسة جداً لعيب بيمشي لعيب مهم بيجي لعيب مهم تاني فأنا شايف أن نادي الأهلي شغال صح كل الناس بتشتغل كويس نادي الأهلي مش بيجيب صفقاته خلاص بيجيب في الأماكن اللي هو محتاجها فأنا شايف أن نادي الأهلي إن شاء الله اطمانوا التوفيق وهقدم الصلاة كويسة مع مستر كولر كل الناس لعيبة بتتطور أداءها لعيبة بتدخل على طول واحد زي مهر إمام عشور دخل بسرعة صحيح وجاي من مستوى عالي وهو لعيب كبير وشوفناه على مدار التاريخ إن أي لعيب بيخشوا لنادي الأهلي ما بيخدش وقت بيدخل على طول صفقات جديدة كلها فأتمنى يا رب التوفيق لي لنادي الأهلي إن شاء الله على الفترة الجاية من وجهة نظرك اتمرنت مع أمان والجوزي بتشوف أن فيه سمات مشتركة ما بين كولر وجوزي أيها طبعاً وقلت الكلام ده من فترة كبيرة جداً طبيعاً كابتل الإسلام أي مدربة ما بيجي أكيد بيدرس مصر بيدرس النادي الأهلي كويس ويبقى عارف بيشوف الأمور ماشى إزاي بيشوف الناس بتفكر إزاي عارف كويس جداً قيمة النادي الأهلي وعارف إن النادي الأهلي ده ما بلعب على البطولات نادي الأهلي رقمه عدف أفراقيا عنده مهور كبير فطبيعاً هو بيعمل حساب كل الكلام ده بيجي بيدرس أكيد بيعمل حسابه في اللعبة اللي موجودة بيشوف اللعبة بيتعرف هو كمان كوتش مالعب زي ما بيقولوا في مدرب ممكن يعمل شغل كويس في التدريب ولكن مش كوتش مالعب مستر مالوجي زي كان مدرب كويس وكان كوتش مالعب وكان عنده خبرة كبيرة جداً والناس لازم تفهم يا جابتل إسلام إن المدرب مش فني بس لا فني ونفسي الرجل بيتعامل بشكل كويس جداً مع كل اللعبة اللعبة كلها جهزة في أي وقت انت بتشوفوا الروح عاملة إزاي كل اللعبة اللي مبلعبش واللي بيلعب كله روح واحد محطش بيعتارد بيعرف اللهم يدينا زي ما بيقولوا بيتعامل معهم بشكل كويس جداً بيدي فرص للناس بيعمل تدوير كتير في بعض المتشاط ممكن بيستقرع على التشكيل وفي وقت معينة بيرايح بعض الناس فأنا شايفه إنه هو امتددت لمستر مالوجي زي وراجل لما جي خد بطولات معنات دائري ولسه هيستمر إن شاء الله في البطولات رأيك في بداية الشناوي بداية الشناوي من النهاردة كابتن إسلام بداية الشناوي من أربع خمس سنين الراجل كان موجود في الموسم موسم طبعاً بيكمل موسم ده بيكمل التقلق اللي هو فيه بيلعب بقاله أربع خمس سنين أساسي بشكل أساسي مع النادي الأهلي مع المتخب مصر مع لعب أولمبياد لعب كاس أمة أفريقية لعب كاس العالم فأنا شايف إنه هو يعني بيتطور مباراة مباراة بيتقلق مباراة مباراة وزي ما قلت قبل كيلة إن الناس كنت بتهجمه كتير في بعض الأوقات لإن الناس اللي هي مش عايزة النادي الأهلي أو الشناوي يعني يبقى مستمر في التقلق فطبيعي إنه بيجي في مطش مثلاً ممكن يكون مش مقفق في هدف أو ممكن في كورة مثلاً تلع غلط أو حاجة الناس كلها تتوقع فيه فأنا شايف إنه هو من أمز الحاجات اللي فيه والتطور اللي هو حصل للشناوي عقليته أكيد نضج غير لما كان معنا وإحنا صغيري وهو صغير أكيد نضج وأكيد عارف قيمة النادي الأهلي عارف قيمة إنه هو لما مشي من النادي الأهلي ورجع تاني في ظروفه نلعب بقى رقم واحد أكيد ده خلاه يتطور بشكل كبير جداً عارف إنه هو كابتن النادي الأهلي رجل ما بيفرحش بعد كل مباراة بيفرح بعض البطولات بعض التتويج وهو ليدر زي ما بيقوله وفي نفس الوقت مركز جداً بعد نفسه على السوشيال ميديا ومركز أنا عجبني للحالة اللي هو فيه ومش عايز طبعاً يعني أنسى طبعاً علي لطفة لما كان موجود النهاردة مصطفى شبير وحمزة علاء شفناه في المتخب الأولمبي مصطفى مخلوف شايف إن المجموعة اللي موجودة أعتقد الحراس الموجودين أعتقد هيستفادوا من خبرة الشناوي زي ما احنا كنا بنستفاد من من كابتن نادر أو كابتن حضري فطبيعي اللعبة وشفنا مصطفى شبير قبل كده في مورات إيلة مباراً نهاية أفريقيا مباراً مش سهلة أن حد يستحمل الضغط العصب اللي موجود فيها ولكن أنا شايف إن مستر ميشيل كمان يعني أعمل شغل كواس جداً وبيتعامل تسألك عن التعامل بتاعه بتعامل نفسي بتعامل فني شفت إن بروح بنفسي نادي بشوفه بشوف أدائه في التدريب بشوفه وهو بتعامل مع الحراس الأربع اللي موجودين بشكل مميز جداً فأنا شايف إن هو جهاز متكامل ومعهم طبعاً قبل كده كابتن سيد عبد حفيز النهاردة كابتخالب بيبه طبعاً دخل يعني بخبرة جديدة واتمناله التوفيق إن شاء الله واستمر في التقلق والبطولات اللي هو طبعاً معروفة عن كواحد ليتر كواحد مسؤول إداري في النادي الآلي فأنا شايف كابتن سامي أمصان موجود طبعاً بشكل مستمر وأكيد ليه دور كبير جداً فأنا شايف إن المجموعة الجهاز الفني الإدارة الجمهور شايف إن النادي الآلي مركزين جداً لعبة مركزة كله مركز إنه مستنى أي فرصة فده طبعاً بالنسبة لموضوع الشناوي فأنا شايف إنه هو يعني مش حاجة جديدة على الشناوي في التقلق ولكن أتمنى أن ربنا يحفظه ويحفظ كل اللعيبة لأن طبعاً نادل أهلي السيزون كبير جداً فمحتاجين كل العيب يعني الفترة جاءة مرسيل كولر قادر يخلق الدوافع بمعنى أنه هو ممكن النهاردة يلعب إسلام بكرايد بكرا يلعب محمد هاني بعده يلعب خمد عفتاح وبالتالي هو قادر يخلق الدوافع دي أعتقد أنه ده أنا ما شفتوش من أيام منوء اللي قد دلوقتي يعني إحنا آه كانوا هم 11-12 ولكن كان عندنا يعني المجموعة اللي كان بتلقب كان عندهم دوافع كبيرة جداً أكيد الدوافع موجودة لدى لعبة النادي الأهلي على مدار التاريخ ولكن مستر كولر زي ما قلت لك هو زاكي جداً عنده لعبة كتيرة جداً لو أنت مش مدرب زاكي وقوي وبتلعب أو مسئول فني فريق كبير زي النادي الأهلي أعتقد الأمور هتبقى مش مزبوطة ولكن هو عنده شخصية قوية جداً عنده مركز جداً جداً عارف النقطة الضعف والقوة أو ممكن يكون في العيب مش في حالته يعمل إيه عشان يخليه في حالته عارف أن العيبة اللي موجودة كلها على مستوى عالي بخلي العيبة كلها مرتاحة نفسياً بخلي العيبة كلها جهزة بدنياً وزهنياً وفنياً فأنا شايف وطبعاً الجهاز الفني اللي موجود المساعدين معاه أكيد لهم دور كبير جداً فأنا شايف أنه هو من زكاؤه بيعرف يعمل تدوير بيعرف يحط اللعيب أمتى بيعرف يستنى أمتى فدي حاجة كويسة لأنه هو عارف أن السيزون كبير كابتان إسلام عندك بطولات عندك كاس عالم أندية فأنا شايف أن اللعيبة كلها لازم تكون جاهزة وده لأنا شايفه بصراحة يعني حتى التدريب لما بروح التدريب بلاقي اللعيبة مركزة تركيز غير طبيعي زي الماتش اللي بيحصل في التمرين بيحصل في الماتش شغل التمرين شغل الماتش كل الناس مركزة أنت بتخلص بتخلص شغل في الملعب بتطلع تعمل حاجة بدنية وبعد كده تنزل تاني ملعب فأنا شايف أنه هو ميزة وحاجة كويسة جدا أنه هو يعمل تدوير في التيم لأنه ده طبيعي لأن الناس كل لازم تكون جاهزة فيه ناس مصابة زي أكرم لسه رجعة أكيد برضه عامل حسابه في القصة دي وإن شاء الله أتمنى إمام كمان يرجع بصرا والحمد لله التمنى أنه هو يعني حاجة في الأنكر خفيفة إن شاء الله في الرجوع بعد الراحة أكيد هيكون متواجد فأنا شايف أنه هو مدرب زاكي عارف قيمة البطولات خلاص دخل في قلوب الجمهور النادي الألمين أول مرة بيكمل التقلق بتاعه وعارف أنه خلاص ماتش خلص بيبص البعديه بتوله بتخرص بيخش البعديها فأنا شايف أنه هو يعني مميز جدا جدا مع النادي الأهلي مستر كولور شوفنا رغبطه أيضا في الاعتباد على بعض الناشئين أحمد حسن كوكا زعلوك برضو كريم الدبيس طب هو هو زي ما قلت لك أنت عندك مش مثلا كم يمكن يقول لك خبرة بس أو حد مش عارف إيه أو هاتولي صفقات من بره لأ وخلي بالك عمر سيد معوض كان موجود من الناس اللي كانت موجودة أنا شايف فيه لعبة أنا حتى لما روحت الناشئين تفرجت فيه لعبة في 2005 كتير لعبة كويسة جدا فيه لعبة في 2003 كويسة جدا جدا دول كمان اللي هو مستقبل وأكيد هو متابع وأكيد طبعا كابتون ريد سليمان مع كابتن خالب بيبو كابتن خالب بيبو كمان عنده رؤية وعنده خبرة في الناشئين وعارف اللعبة اللي موجودة مستر كولور عمل للفترة تعداد السنة دي في النمسا جاب كل الناس جاب اللعبة صغيرة وشاف زعلوك وشاف كل اللعبة اللي موجودة أكيد عنده حسابات معينة أكيد هيدي فرص للناس معينة شوفنا زعلوك شوفنا يعني الناس كلها بتتكلم إن كان مثلا كان يطلعت ناس تانية فهو يعني مستني وبيحط اللعبة في الوقت المناسب شوفنا يعني ما بدأش به قوي بعد كده اداره شوية بعد كده ابتدى ياخد ابتدى يدخل ينساجم مع الفريق هو عارف بيحط اللعبة إنت هو معال اللعبة زي الشاطرانج هو اللي بيحرق اللعبة اللي موجودة وإزا ما قلت لك كابتن إسلام اللعبة كلها جاهزة اللعبة مركزة وهو كمان مركز يعني على الخط عارف الدنيا شايف عنده رؤية إن اللعبة إمتى يغير إمتى غير تغيير واحد إمتى غير ثلاثة إمتى أعمل تغيير في الملعب ده مهم جدا أنا كابتن إسلام تدوير في الملعب إن أنا حط مين ما كم مين وحط ده عشرة هنا وحط ده تمانية وطب مثلا واحد زي حمدي فتحي مثلا من البداية خالص لما مشي لعيب مهم جدا فأنا عايز أحد في الحتة دي مين اللي موجود واحد زي إمام عشور أكيد لعيب كبير جدا فأنا شايف إنه هو يعني مركز ومستمر كويس وأنا لما بروح للنادي بتفرج لعيبة بصراحة طيب بما هي بتروح للنادي بتتفرج إيه أهم الملامح الفنية والاستراتيجية لمرسير كولر وإيه أهم السمات الشخصية عنده أولا هو دايما مبتسم جدا وفي نفس الوقت مركز جدا بيروح بدري جدا جدا للنادي بتروح تلاقي كابتن إسلام الشغل مرصوص في الملعب بشكل كويس جدا مثلا قبل التدريب بحوالي ساعتين تلاتة بيعمل اتماع مع اللعيبة مجمع اللعيبة قبل التمرين بحوالي ساعة بيقعد مع الجهاز الفني بيشوفوا المطشاط اللي فاتت بيشوفوا المطشاط اللي جاية متابع بشكل كبير جدا كل الحاجة ومركز في المطش اللي جاي مركز في البطولة اللي جاية فأنا شايف أنه هو يعني مستمر بشكل كويس خلاص عارف قيمة النادي الأهلي عارف النادي الأهلي دايما بلعب على المكسب وهو مميز بالنسبة للبطولات اللي هي النادي الأهلي دخل فيها باستثناء طبعا كان في بداية السيزون وفي نفس الوقت كان ما كانش فيه توفيق لنا لنا شوفنا لأهلي أول ربع ساعة تلت ساعة لنا لأهلي كان أنا متأكد أن كرد بكهرباء وفيه كام كرة إمام برضو سدد كان يقدر لو جيه الهدف الأولاني أو الثاني كان المطش فتح ولكن التوفيق ما كانش فيه صالح لنا لأهلي في المباراة مبارح كنت أتكلم في هذا الأمر مبارح كانت كنت أقول أنه الإدارة المحترفة وبالتالي بتعمل لك اللي أنت عايزه وبالتالي أنت ما فيش حاجة في دماغك غير أن أنت تشتغل تشتغل وتشتغل فني فقط وده يمكن اللي كنا بنشوفه من أياما والجزيل غاية دلوقتي أو من زمان أنا بتكلم على عصر حضرتك عصرته وكنت موجود فيه وبالتالي هل بتعتقد أن الإدارة النجحة اللي شغالة دلوقتي هي لها سبب رئيسي لما يعد عليك وقت صعب لما تخسر بطولة صعب ده الأهم صحيح الأهم إدارة النادي الأهلي بتدخل في الموضوع ده من أيام في الجيل بتاعي من أيام كابتر صالح سليم كان موجود كابتر حسن حملي كان مكتوب كان موجود كابتر خطيب فبالتالي بيكتسبوا الخبرات ده من ده من ده صحيح أنا أتذكر في 2002 أو 2003 كان النادي كان بيمر بصرف مش كويسة وفي نفس الوقت قصرت الدوري أعتقد والأفريقية بالزبط جي كابتر خطيب واللي كان معانا في الملعب وكان الجمهور كان أعتقد أمين صندوق أو حاجة كده آه كان موجود في النادي الأهلي وكان ساعتها كابتر فتح مبروك هو اللي تولى المسئولية بكاس مصر كابتر خطيب جيب جمعنا ودخل الجمهور كان جمهور غير دلوقتي خالص ما فيش حد بيته لدوات الأول كان فيه جمهور كان بيخلينا نواجه الجمهور وكان بنعتزل للجمهور وكان بيفصل تماما الحتة النفسية الضغط النفسي حتى وإحنا في اليابان كان يحصل مثلا ماتش مش موفقين فيه أو حاجة كان فيه اجتماع هو دايما الإدارة بتشيل كل الضغوطات على اللعيبة وده ميزة ده أهم الأساس ده الأساس اللي هو في النجاح إنك إنت النهاردة في ماتشات صعبة أو في بطولات صعبة الإدارة النكحة اللي هي بتبقى زكية جدا ويقدر شيل الضغط النفسي على اللعيب ده من أهم حاجة من أهم الإيجابيات اللي موجودة بعد كده بيجي مثلا كابتن الخطيب أو الإدارة لما بيجي مثلا لعيب جيله عد احتراف بيشوف مصلحة النادي ويشوف مصلحة اللعب بيجي مع مستر كولر مع الجهاز الفني أنت رأيك إيه أنت كابتن إسلام مثلا النهاردة جاله عرض هتعمل إيه رأيك إيه لا مش موجود خلاص يا كابتن إسلام والنهاردة الرجل محتاجك وكذا كذا طيب أنت واحد زي حمدي فتحي مثلا جاله عرض احتراف إيه رأيك يا مستر كولر طيب فيه بديل آمين كذا خلاص أوكي نوافق بيشوف مصلحة النادي بيشوف تقدير اللعيب اللي هو أخلص للنادي النادي النادي على السنوات اللي هو مر بيها ساعة ما نضم للنادي الأهلي فالمنظومة عمات أنا كابتن إسلام إدارة جهاز فني دلوقتي بتشوف إدارة التخطيط بتشوف النهاردة كابتن خالب بيبو موجود أكيد عنده خبرات أكيد هيستفاد خبرات أكبر في السنوات اللي جاية فأنا شايف إن الإدارة طبعا كابتن خطيب ومجلس إدارة ولجل التخطيط والناس اللي موجودة أكيد لهم دور كبير جدا محتاج لعيبة قد إيه طب التواقف ده تعمل في إيه بيسأل الجهاز الفني وجهاز فني بيقول له إحنا عايزين كذا 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 وخلاص إنت ده شغلك خلاص الإدارة ما بتكلمش في الحتة الفنية شغلك فني خلاص إنت إداري شغلك إداري إدارة بتقف مع اللعيبة مع الجهاز الفني جمهور بيقف مع النادي في جميع الحالات أكيد تبقى منظومة نجحة وأكيد طبعا ده اللي بيماز النادي الأهلي في أفريقيا ودوقتي في العالم كمان النادي الأهلي على مستوى العالم بتطوى العالم الأندية أتمنى إن شاء الله النادي الأهلي لما يشارك يعدي إن شاء الله يوصل النهائي بإذن الله جمعة مبارات سيمبا التنزاني شايف هذه المبارات زي شايف أن هي طبعا تكملة للاستمرار النادي الأهلي فيه إنت يعني بنتخش مجموعة مجموعة أكيد نادلالي عافق. هي الجمعة الجاي يعني للناس تفتكر. اه لا لا يعني فيه توقف فيه. اه. في الرجوع يعني. اه انا شايف ان البطولة مش سهلة. يعني الناس بتقولك نادلالي مجموعته صعبة. سهلة ومش عارف مجموعته صعبة. انا شايف نادلالي هو هدف البطولة. اه. نتكلم على سيمبا في الدوري الافريقي لسه. ايوه. دوري ابطال افريقيا ده حاجة تانية. ايوه انا شايف يعني اول ماتش هتلعبه في داولي افريقا ماتش سيمبا وبالتالي هي مباراة لسه بدري اولاك احنا يعني بنحب كده نتكلم دايما بما انك لعبت المباراة دي كتير يعني هوا كابتن اسلام سما قلت ناد الاهلي ومستركولر معروف ان خلاص انت بتطول عدت بتشوف اللي بعدها ماتش داوري بعدها بتشوف بتفكر في اللي بعده النهاردة هو بيفكر في الراحة اللعيبة ازاي ما ترجع من الراحة هشتغل ازاي ازاي اللعيبة فيه راحة سلبية قد ايه كم يوم وبعد كده ايجابية في الراحة ان يعمل ايه واكيد الناس لها شغل الناس بتتعالج تتعالج كويس عشان تتعافى وترجع بسرعة الناس اللي في المنتخب اكيد هترجع بمعنوات كويسة فانا شايف الاستعداد هيبقى كويس جدا ومش هيبقى مقلق بالنسبة لان فيه توقف وبعد كده النادي الاهلي يرجع لان النادي الاهلي عنده سكواد كويس عنده جهاز فني خبرته كويسة اللعيبة اصلا عندها خبرات لعيبة دولية طبعا يعني اكيد علي معلول احكيت مع المنتخب تونس اكيد بيرستا واكيد الناس اللي هي اللي موجودة اكيد هتيجي في المطشة قابليها مثلا ولا حاجة يوم يومين وقاله ديانج كمان فانا شايف يعني بس اكيد هم عندهم خبرات يقدروا يعملوا نفسهم اكيد مش مؤثر اول ان انت عندك اللعيبة لعيبة تقيلة ولعيبة عندك خبرات اكيد هتشيل القصة دي الدوري اختيارات المنتخب هاخدها منك في الدوري يعني بمعنى انه انت ثلاث اختيارات في المنتخب محمد الشناوي لا خلاف عليه يعني بما اننا بنقول ان هو افضل حارس مرمى في مصر والكلام ده لكن محمد صبحي ابو جبل اعتقد ان هناك اختيارات افضل من على الاقل في الوقت الحالي الاختيارات دي كابتل اسلام من بدري يعني هو واخد القرار من بدري اهو اخد القرار من بدري هو اخر المعسكر فيه كان موجود شناوي كان موجود ابو جبل وكان موجود صبحي مباراة تونس ابو جبل لعب مباراة كان فيه اعتذكر مباراة قبلها كان فيه مباراة مع المنتخب شوفنا صبحي كان على الورق رقم اثنين بعد كده ابو جبل لعب ماتشي تونس فانا الاختيارات دي هو خلص قالك الناس دي موجودة بس انا شايف ان ابو الصعود ماشي كويس جدا اما اولين شوفنا لو انت هتبص الاختيارات دلوقتي فعواد اكيد مميزا لعب ماتشي مثلا زنفولي مثلا ده يعني حرس مارو لعب ماتشي كويس جدا لعب ماتشات كويسة جدا 3-4 ماتشات وهي كده وبعيد خالص ولسه صغير يعني تقدر تاخده هو كابتل اسلام هو الاختيارات المنتخب يبقى لها معايير معينة ايه هي ان انا باللقتي بخشوف اهلي وزمالك وبعد كده بخشوف مثلا الناس انا شايف ان من وجهة نظر ان كان اكيد احمد الشنوي كان متواجد مع المنتخب انا شايف ان هو من الحراس اللي هادي الوقتي بتقدي بشكل كويس مع بيلعب في افريقيا وبيستمر في الدوري وماشي بشكل كويس مع بيرميدز فانا شايف ان الشنوي كان من الحراس كانت تبقى موجودة ولكن زي ما قلتها كابتل اسلام شوفنا صبحي ما كانش موفق مثلا في اخر ماتشة او ماتشين لكن اختيارات دي موجودة من قبل من كام يوم فاتوا فبالتالي هو استقر خلاص على الشنوي وابو جبل وصبحي فما كانش عنده انا ما بفهمش عن ايه استقر على اختيارات معينة بمعنى ان انا بشوف ان انا امير النهاردة وحش هماشي اميره واجيب اسلام لو انا يعني هو قال في المؤتمر الصحفي ان هو عنده اقتناع بستة حراسمر ست حراسمر تمام شيل الشنوي هتبقى خمسة تمام مين هم بقى الخمسة اللي هو قال عليهم ما قالش انا ما عرفش مش قصدي طيب هو هو بيثبت يعني يعني بيهدي الناس شوية بالنسبة الاختيارات لان الناس شايفة ان صبحي ما كانش موفق في اخر ماتشين شايفة ان ابو جبل على فترات صبحي حالس هايل طبعا انا قصدي ان الفترة دي مش بتاعته الفترة دي ما زي ما قلت لك كابتل اسلام طالما الفترة دي مش بتاعته هو موجود يبقى خلاص الاختيار موجود او عنده قناعة بصبحي ان هو جول كويس بس ممكن يكون شو موفق فأو من وجهة نظر ان داعي ده كده بيظلم لعبة تاني ايوة ما هو بيظلم لكن هو اعتقد اعتقد من وجهة نظري ان الفترة الجاية كابتل اسلام اكيد فيه تغيير في المركز ده فيه تغيير وناس هتنضم الفترة الجاية في حلاصة المرمى مين الاقرب الاقرب الشيناوي لانه هو زي ما قلت لك احمد الشيناوي عنده خبرات البيراميدز عنده خبرات واللعب دولي قبل كده ومستمر مع البيراميدز بقى له فترة بيلعب في فرقيا وبيلعب في الدوري وبيلعب في الكاس بيلعب كل المتشار مش هيأثر المشكلة اللي تقال ان هو عملها في اول السنة احمد الشيناوي ان هو عايز رقم واحد والكابتن ومش عارف ايه والكلام ده وبعد كده تعالف الاجانب برضه بيبقى لهم حاجات عندهم عرق سعيدي كده بيبقى صعب شوية ايوا بس هي يعني بتبقى حاجة مش ضرورية او او مهمة او ان المدير الفني ياخد باله من حيط نوعه عز رقم او مش رقم بدليل ان الشيناوي لا في دماغه اساسا حاجة ولعب واحمد الشيناوي خاد رقم واحد مش دي القضية لكن انا بتكلم مع برامز بيشارك شايف ابو الصعود ماشي بشكل كويس الزنفولي لسه طبعا كان عنده اصابة مع البنك ابو جبل مع البنك على فترات ساعات بيبقى متقلق وساعات بيبقى فيه اخفاق فعشان كده هو عنده قناعة بالتلاتة في الوقت الحالي ولكن اعتقد من وجهة نظرك ابن اسلام من الفترة الجاية اكيد فيه تغيير باستثناء طبعا محمد الشيناوي شايف انه ممكن من ان كان علي لطف يخش خلي بالك علي ماشي بشكل كويس مع زد بيلعب بثقة بثقة شخصيته واللي تعلمه في النادي الاهلي وشخصية النادي الاهلي وبأداءه كمان لانه هو قلعب دولة قبل كده كان موجود في منتخب وكان في امبي كان رقم واحد بيقدى بشكل كويس مع النادي الاهلي قدى بشكل كويس في زد راح مرتاح بعيد عن الضغطات اللي كانت موجودة عليه في النادي الاهلي فأنا شايف أن علي ممكن يكون ليه دور الفترة الجاية شايف أن أبو الصعود يبقى ليه دور الفترة الجاية شايف أن أحمد الشنابي ممكن يبقى ليه دور الفترة الجاية اختياط المنتخب منتخب مصر ومباراتين وديتين الحقيقة سواء زنبيا أو الجزائر أنا شايف بعض التصريحات وكابتن حازم وروي فيتوريا بيقولوا أنه راحز من كل معسكر بيجي عدد من اللاعبين الجدد ولعبين أصحاب أعمار صغيرة وسعيد بلعب مثل كوكا صغير في السن أنه معسكر جيد ونفس الأجواء في أفريقيا مستمعاً وأنا ما أعرفش أن كوってف وارغر لأمارات خالص يعني ما أعرفش تبعاً هرجع بس موضوع مختلف جوا مختلف وملعب مختلف ونجيلة مختلفة اسم يتشأ هرجع لقصة كوكا حسن قصة كوكا لازم يتشاف من بدري مش بس الإسماعيلي بنسبة لاختراط المنتخب يعني هو دلوقتي كوكا رجل لا بس وما اختاروش على إسماعيل يمكن يكون اختارو على منتخب أوليمبي نوع منتخب أوليمبي كويس والسؤال هنا كابت الإسلام بنسبة لاختياراته لو إمام لقد كانش يتطور كوكا كنا نشوفه منتخب يبقى أنا زي النهاردة تقصد ياخد إمام و كوكا ياخد الاتنين ليه لا طالما هو انت بتتكلم على كوكا ان هو لعب كويس العالم كله عارف ان كوكا كويس من هو في الناشئين من هو لما لعب مع النادي الأهلي لما لعب مع المنتخب الأوليمبي ان هو معروف لكن هل انت اختارتك ان كتب تتكلم على كوكا بشكل مميز عشان انت في مواتش الإسماعيلي طبعا و رجل بلعب في المنتخب الأوليمبي كان لازم موجود في الصورة من زمان ان هو يكون موجود مع المنتخب فمش ينفع تتكلم على كوكا فترة دي وعجبني تصريح كوكا أنه قال لك أنا لسه لا أعرف شيء وهو حاجة كويسة جداً وهذا الذي تعلمه هو في ناشئين في الناد الآهلي وتعلم عندما يكبر يعني ما بتوله أنا خلاص بطوله أو ماتشا بأه ليس طبيعي وست طبيعي العيب في الناد الآهلي يجب أن يقدم شخصية الناد الآهلي ويلعب بروح الناد الآهلي ويلعب بكل مميزات المحسوبة على الناد الآهلي وهو العيب مميز فأنا رأي كوكا من العيبة المستقبل وفرصة جات له مسك فيها بإيدي وسنانه زي ما بيقولوا واختيار موفق لي ولكن زي ما أنت قلت كابتن الإمارات وبيبقى لها وضع مختلف تماما تماما أنا عرش أنا بشوف كده آه طبعا أنا مثلا النهاردة لو أنا عندي أنا بلعف فريق الجزائر ومثلا عندي ماتش كوديفور أو بلد كوديفور لازم أروح معسكر مشابه شوية للبلد أو الماتش اللي أنا هلعب فيه ولكن دي لها حسابات معينة موجودة الناس كلها في الصورة وطلع إمارات برضو كل ناس في الصورة لازم تماما متواجدة فموضوح زعبات تانية خلص معينية ولكن هو في ماتش في الأول في الأخذ تلعب الجزائر آه تلعب زامبي عندهم لعبة كويسة محترفين في إنجلترا الجزائر طبعا عندهم لعبة مميزة فأنا شايف مباراتين مهمين وأهمهم الجزائر لأن في نفس الليفل بتاعك تلعب لعبة مميزة في الجزائر فأنا شايف ماتش هيبقى صعب ماتش كويس واستعداد كويس وقوي يعني المنتخب قدر إن هو يصعد للبطولة يعني يعني يقدر يفوز بالبطولة الإفريقية مش يصعد آه أنا شايف إنه هو يعني أكيد فيه فرصة كويسة جدا ليه تتكلم في المنتخب راحة كاس أمم أفريقية نهائي خسل ضربات جزاء بتتكلم في برضو كان عنده فرصة كاس العالم إنه يوصل وخسلنا بدربات الجزاء والفريق يعني واحد هو هو لكن طبعا أنا بتكلم على فيه غياب مهم جدا أحمد حجازي مهم جدا غيابه الوينش الوينش مهم جدا جدا يعني محمد عمان أم واحد من بيبقى هايل طبعا إنه هو خلي بالك هو العب برضو هم متواجدين ولكن دول كانوا عنصر أساسي قوي في خط الدفاع كانوا مهمين جدا وبيكملوا الصورة أو بيكملوا التيمي اللي كان الشكل الدفاعي الشكل الدفاعي وبيكملوا التيمي اللي كانوا صعد نهائي كاس أفريقيا وكان فيه فرصة نصعد كاس العالم دورهم مهم جدا ولكن اللعابة الموجودة زي ما قلت فيه آه فيه لعابة صغيرة فيه لعابة انضمت ومشت ورجعت عنده قناعة بعض اللعابة متواجدة في المنتخب ولكن يعني أنا شايف في وجهة نظري الاستعداد دي بقى قوي وعندنا لعابة كويسة قدرة أنها تتوصل تقيمة الروم بتوريا إيه أنا شايف أنه هو لسه برضو ما نقدرش نحكم قوي عليه هنحكم عليه بقى المتشات الجامدة تصفات كاس أفريقية هنشوف الكواليتي اللعابة اللي موجودة هل مصمم على بعض اللعيبة وهي لسه مش فائقة مع المنتخب هتستمر طيب تريزي جي زي مئة يعني تريزي جي مثلا أكيد لي دور كبير جدا مع المنتخب وعودة لي كويسة شايف أنني كمان عبدته مهمة جدا أنه هو يكون متوجد مع المنتخب هو بقى اختيار والتشكيل المناسب للمباراة اللي جاية دي لازم يبقى هو يعني عنده رؤية كبيرة وامتبع الناس في أوروبا والانسجام اللي موجود الناس المحليين مع الناس اللي هم محترفين في أوروبا هل هيقدر وقادر أن يعمل تشكيل مميز الفترة الجاية ده اللي احنا هنشوفه يعني وحتاج وقت شو هنشوف نشوف ونحكم عليه يعني الفترة أخيرا في مباراة زنبيا والجزائر المنتخب قادر على الفوز على زنبيا وعلى الجزائر يعني زنبيا يمكن أقل كاتجري بي لكن الجزائر كاتجري اي بلاس كمان طبعا أنا شايف أن هو قادر اللعيبة اللي موجودة لعيبة مميزة جدا لعيبة محترفة لعبة كتير محترفة اللعيبة اللي بتأدي بشكل كويس في الدوري لعيبة النادي الاهلي لعيبة فيئة زي ما بيقولو فده برضو حاجة كويسة سؤال برضو معلش أمير قبل ما أقفل معاك مهم جدا لأنا بالنسبالي مش عارف ليه يعني حتى كنت بسأل السؤال ده بارها لماذا لا يوجد شغف جماهيري لرؤية مباراة للمنتخب يعني شوفنا مباراة مصر وتونس عشرة مفار اللي موجودين في الدفاع الجو ومباراة مصر وتونس ايه كل لعيبة تونس الجامدين وكل حاجة ومحمد صلاح وكذا نفس الكلام نفس الكلام أنا كنت يعني مبارح أقولي أن الكابتر خالد بايومي قالي أن التذاكر خلصت لا تعتقد التذاكر خلصت ولست خلصانا النهاردة ولكن التذاكر بتاعت ماتش زنبية ما خلصتش ايه قلة الشغف في أن أنا روح أتفرج على منتخب مصر سبب ايه أنا بسأل بصوا هما بدأيا المباراتين في الأمارات فالناس في الأمارات أكيد بيبقى عندها شغف تشوف منتخب أهل وزمالك بتبقى الدنيا فوق بعض بالظبط والتذاكر بتخلص يعني ما فيش طبعا لأهل لما بيجي لعب أكيد برضو يعني أكيد ليجوا مهور كبير جدا منتخب مصر مفروض يكون في جمهور أكبر لأن طبعا تمس البلد أهل وزمالك والتحاد وكل الدنيا وإسماعيلي ولكن أنا شايف من وجهة نظرك أن الناس كلها مركزة على مطش الجزال لأن طبعا فريق الجزال فريق كبير عنده لعبة كبيرة جدا وهيشوفوا طبعا لعبة المنتخبة من وجهة نظرك الشغف عدم موجود الجامعين زي الأول الفكرة نفسها فين في مصر أو لبرة في مصر في مصر أكيد العنصر الأمني أكيد مهم يعني لا بس كان يعني الناس يعني اللي بتروح كمان خلي بالك كابتان أسلام الناس اللي بتروح تتفرج على أنا رحت يعني أنا لعبت وكان ورايا 120 ألف متفرج وأنا بلعب ولما رحت وبتفرج زي زي الجمهور الوضع مختلف الوضع مختلف جدا أنا شايف الناس لا رحت كثير معنات لها رحت مطش الرجاء ورحت الوداد ورحت نهي الكاس مصر مع الوضع مختلف ما بقاش زي الأول جمهور بيروح وفرحان بس كده مش رخ فصحة مش انه هو بيشجع فعلا من قلبه ولكن يعني أكيد جمهورنا ده مختلف مختلف حدان الشغف اننا رح اشجع منتخب مصر دي بنسبة لي قلاني جدا ممكن تكون الناس في الشغل خلي بالك في الإمارات برضو الناس يعني الناس مش سهل انها برضو تسيب شغلاء وتروح لأن الناس هناك بتشتغل وخلي بالك هم مشين زنزام أوروبي شوية يعني عندهم الأجازة جمعة شغالين جمعة وسبت شغالين جمعة وسبت شغالين جمعة وسبت شغالين أه حد بيبقى أجازة يعني يوم الحد ده عشان صابح لاتنين مثل إيه مش يقولك لأ أنا راح ليه واصهر وأتفرج وبتاعنا أنا هنم بدل عشان عندي شغل فدي برضو من ضمن الحسابات ولكن أتمنى أن الجمهور نشوف جمهور لأن فعلا مهم جدا أنت كلعيب وتلعب مفيش جمهور غيره في جمهور تشوفت مطش كونغو كان عامل إزاي بتشوف مثلا مطش غانا لسه كنت أتفرج عليه وأنا جاي مطش قديم يعني الأستاذ مفوش مكان دولات أنت بتلعب جمهور قليل جدا الناس كمان يعني بالها مشغول بحاجات تانية خالص فبالتالي ما عندهمش يقول لك مش أولوية أنه راح أستاذ وخلاص هتفرج في البيت الناس بقت عندها العصر اختلف العصر اختلف فأنا شايف من وجهة نظري يعني الجمهور مهم جدا للفترة الجاية في مصر لازم الناس تفتح شوية أكتر لأن فعلا القيمة الحقيقة اللعيب كورت قدم لا يقدرش يبدع إلا في جمهور مثلا تتفرج على مطش أهلي وزمالك لا بتلاقي شوية جمهور بيعملوا حماس للعيبة ومن غير بقى تبقى تبقى نسبة وشوفناها وشوفناها قبل كده من فترة كبيرة من سنتين ثلاثة كان من غير جمهور انت بتتكلم فما تشوية دي فجمهور ليه دور كبير جدا لازم يشوفوا يبقى الناس عندها يعني حب إنها تروح للاستاد الناس تأمن الناس كويس إنها تروح للاستاد الناس تبقى وقف مع المنتخب هنا لازم فيه تنصيق مع الأمن بحيث أن أنا أفتح شوية للجمهور لأن الجمهور فعلا مهم جدا وجوده في المباريات وكمان أكيد وجوده برا أكيد كده الناس حتى يعني مهم جدا وجودها لأنه بشوف مطشط الآلي الإستاد بيبقى متقفل فينفعش منتخب مصر يكون بيلعب في مطشط معينة وما يلاقيش نتمنى أن احنا نشوف لأننا الظاهرة دي الحقيقة عاملالي يعني مش أنا الواحد عدد كبير من المتابعين اللي كرة القدم شايفين إن الظاهرة دي مشكلة كبيرة مع منتخب مصر إن شاء الله حبيبي يا كابتن السلام أنا سعيد دا معاك وكتوحشني جدا وأنا طبعا ببقى سعيد وأنا موجود في قناة الأهل بيتي شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن أمير عبد الحميد يعني طبعا دي كانت هي نهاية هذه الفقرة ونهاية هذه الحلقة إن شاء الله بكرة أربع نهاية الأسبوع إن شاء الله التقي مع حضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير